الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجنا الذي نتحدث فيه عن إبراهيم خليل الرحمن وعن ملته ودينه القيم الذي أمر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه وحلقتنا الثالثة عشرة عنوانها إذن لا يضيعنا إنها قصة هذه المرأة المؤمنة الصادقة التي كانت حرة في إيمانها حرة بعقيدتها حرة بصدق توكلها على ربها سبحانه وتعالى لم يمنعها كونها جارية أمه من أن تكون امرأة عظيمة عظيمة في صبرها عظيمة في ثباتها عظيمة في توكلها على الله رب العالمين سبحانه وتعالى وكلت الأمر إلى ربها سبحانه وكانت هذه المرأة بركة على الدنيا من بعدها ولا سيما على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين أمرهم الله عز وجل أن يتخذوا مواطئ أقدام هذه المرأة وأن يسيروا على خطواتها وأن يسعوا كما سعت وفيه تذكير بها وفيه إشعار بعظيم فضلها وأن هذه الأمة تحتاج إلى أن تتأسى وأن تقتدي فبهداه مقتده حتى وإن كانت القدوة في ذلك امرأة فإن هذا لا يقلل من شأنها بل هو تعظيم لشأن كل امرأة أن تكون هاجر أماً لإسماعيل وأن يكون إسماعيل أباً لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون محمد خاتم النبيين ورسولاً لهذه الأمة وللعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه إذن فنحن على موعد مع هاجر عليها وعلى ولدها وعلى زوجها وعلى زوجها وعلى نبينا الصلاة والسلام روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أول أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد إذن فقد اتخذت أم إسماعيل المنطق كما ذكرنا في حلقة أمس حتى تغيب أثرها عن سارة التي أرادت أن تؤذيها لشدة غيرتها منها وأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يصطحب زوجته هاجر أو سريته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل إلى مكة جاء بهما ووضعهما عند شجرة فوق زمزم ووضع عندهما شيئاً من الماء والتمر قال ابن عباس رضي الله عنهما وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آه الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا إذن لا يضيعنا ثم رجعت ولك أن تتأمل لك أن تتأمل هذا التوكل الصادق على رب العالمين لما علمت أن الأمر ليس من قبل إبراهيم إنما هو من قبل ربه رب العالمين سبحانه وتعالى رجعت واطمأنت واستقرت نفسها وعلمت أن الله لا يضيعها قال فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه جعل الطفل يتمرغ من شدة العطش ويتلوى ويضرب برجليه الأرض من شدة العطش يكاد يموت فوجدت الصفى أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا طلعت على الجبل علشان تنظر لعل أحدا يأتيها ومعه شيء من الماء لكن أحدا لم يأتها قال فهبطت من الصفى حتى إذا بلغت الوادي رفعت رفعت طرف درعها رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات تطلع على الصفى مرة وتبص يمكن تلاقي حد يسعفها بمية أو بشيء فلم ترى أحدا وبعدين تنزل وتسعى سعي الإنسان المتعب المجهود لغاية ما تطلع على المروة وتشوف هل ممكن تلاقي حد فلا ترى أحدا قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما ابقى احنا بسبب هذا نسعى بين الصفى والمروة قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه يعني بتقول لنفسها استني تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث أنا سمعاك لو كان عندك حاجة تغثن بها أغثني وأغث ولدي فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء الله أكبر وفي حديث علي عند الطبري بإسناد حسن فناداها جبريل فقال من أنت فقالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم قال فإلى من وكلكما قالت إلى الله قال وكلكما إلى كاف لقد نبع الماء يا أيها الإخوة بهزمة أو بهمزة جبريل عليه السلام فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا علشان خيفاً المية تسرح في الأرض وما تلاقيش هي المية وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً قال ابن الجوزي كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل فلما خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصورت على ذلك فرضي الله عنها وجعلنا الله من المتوكلين كيلين ترجمة نانسي قنقر